دي كانت أخبارنا من قطاع النشئين بالنادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكو التصفات إن هي خلاصة تبتدي موليد تسعة وتسعين وأيضا موليد الفين وواحد وكمان آآ الفين وتلاتة و الفين وستة عايزة نقاش مع حضراتكو قضية مهمة جدا عندنا قضية مهمة جدا يعني اترامت خلال الفترة اللي فاتت هي قضية النهاردة إلغاء مسابقات النشئين خلاص الفين وستة و الفين وتلاتة و تسعة وتسعين و الفين وواحد بطولات الجمهورية هتستكمل من دورين ومن دور فيه من دورين وفيه من دور لكن النهاردة مهرجانات أو مسابقات البراعم مسابقات المنطقة النهاردة اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات تفكر إنها تستكفي بالبطولة وتلغي البطولة النهاردة عندنا مشاكل كبير مشاكل كبيرة جدا لو تم إلغاء هذه البطولات النهاردة إحنا في شهر يناير البطولات الجديدة لما بتبدأ بتبدأ في شهر عشرة أو حداشر في نفس السنة يعني النهاردة هيتم توقف للبطولات اللاعبين أو المسابقات ما يقرب من عشر شهور أو حداشر شهر ده مسافة كبيرة جداً إنك توقف اللاعب حتى لو اللاعب يتمرن في نديه فالنهاردة ابتعادوا عن البطولات أو المنافسات الرسمية ده هيقلل من مستوى اللاعب طيب ده بالنسبة للعبين الحاجة التانية والحاجة الأهم بقى المدربين احنا شفنا في جائحة كورونا السنة اللي فاتت لما ظهرت النهاردة كان فيه صعوبة على الأندية إنها تسدد مستحقات المدربين فيه مدربين قاعدت في البيوت في بيوتها وما قدرتش إنها النهاردة تصرف النهاردة أو الأندية تصرف عليها أو تديها مرتباتة مستحقتها النادي الأهلي كان غير كل الأندية بالمناسبة النادي الأهلي كان كل العاملين وكل المدربين واللاعبين في قطاع الناشين خدوا مستحقتهم كاملة النهاردة لو أنت وقفت وقفت المسابقة النهاردة الأندية خلاص بتقول للمدربين النهاردة المسابقات وقفت. ما قدرش يديك مستحقاتك. يديك من ين? فالنهاردة انت بتحط مشكلة بالنسبة للعبين وبالنسبة للمدربين.